تؤدي فاطمة في حياة أسرتها دور ملكة النحل في هذه الخلية فهذه الأم لسبعة أطفال تعل عائلتها بفضل إنتاج العسل وذلك بمساعدة زوجها وأحد أبنائها وضع غير اعتيادي في المجتمع الأفغاني الذكوري والمحافظ لكننا هنا في باميان إحدى الولايات الأفغانية الأكثر ليبرالية أنا سعيدة للغاية هذا العمل يشغل وقتنا زوجي وابني وأنا زوجي يبيع معدات تربية النحل وابني يساعدني في الحمولات الثقيلة ويقوم بما لا أستطيع فعله بنفسي أنا أدعمها بالكامل وأساعدها على حل كل المشاكل التي تواجهها نقطة البداية كانت عند إطلاق منظمة غير حكومية لمبادرة تهدف إلى تعليم القرويات كيفية إنتاج العسل وفقا للإحصاءات الرسمية وصل عدد مربي النحل في باميان إلى أربعمائة نصفهم من النساء وتنتج الولايات ما يقرب من أربعة عشر ألف طن من العسل سنويا والدتي هي من بدأت بإنتاج العسل وقد أكملت هذه المهمة بعد وفاتها توقفت عن الدراسة للتمكن من تربية النحل سيد فيرودون تعلم هذه المهنة على يد زوجته تولت منظمة غير حكومية تدريب زوجتي التي علمتني بدورها هذه المهنة وباتت هذه المهمة على عاتقي أكسب رزق جيدا إذ يتخطى مدخول خلية نحل واحد الأرباح التي تدرها تربية خروف تربية النحل توفر لتلك النساء استقلالا نسبيا هي خطوة صغيرة نحو تحقيق المساواة في بلد لا تزال نساؤه يعانين من ثقل التقاليد والعادات على رغم مرور خمسة عشر عاما على إسقاط حكم طالبان في أفغانستان